السلام عليكم يا شباب ويا صبايا بالرغم من أنه البرامج الموجودة على لينوكس بتلبي كافة الاحتياجات إلا أنه ممكن يكون في عندك برنامج ويندوز معين أنت متعود عليه وما في إله بديل على لينوكس أو ما لك مستعد أنك تتعلم كيف تستخدم البرنامج البديل فبهي الحالة أسهل طريقة لأنك تحصل على هذا البرنامج هي أنك تثبت على لينوكس برنامج واين اللي هو بحد ذاته لا يعتبر محاكي وإنما هو طبق التوافق بين الويندوز واللينوكس البرنامج واين هو برنامج سهل الاستخدام بس الأسهل منه أني استخدم برنامج باتلز اللي بيقوم بعملية تثبيت البرنامج برنامج ويندوز مع كافة مكوناته بشكل مؤتمة بالكامل الخطوة الوحيدة اللي أنا بدي أعملها بس أني نزل ملف التثبيت الخاص بهذا البرنامج اللي بعرف أنه بالتعليقات رح يجيني أسئلة من نمط هل البرنامج الفلاني بيشتغل؟ هل البرنامج الفلاني مدعوم؟ فلحتى نختصر الطريق بقلك أنه على موقع واين الرسمي في عندي قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على عدد كبير من البرامج اللي إذا رحت لهذه قاعدة البيانات رح تلاقي أنه البرامج ممكن أنك تقوم بعملية بحث عليها في عندي ممكن أني أعمل عملية فلترة حسب التصنيف هل البرنامج هو برنامج مكتبي؟ هل البرنامج هو برنامج تصميم جرافيك؟ شو هو التقييم اللي بدي يا؟ بعدين رح تعطيني هاي قاعدة البيانات البرامج إذا كان البرنامج موجود فيها رح تعطيني يا ورح يعطيني إذا كان في عندي أكتر من نسخة أو أكتر من version لهذا البرنامج وكمان قاعدة البيانات رح تعطيني إذا كانت النسخة الفلانية من البرنامج اللي بدي أستخدمه بتطلب نسخة وين معينة ولا بتشتغل على أكتر من نسخة ورح يطلع في عندي تقييم لهذه النسخة هلأ إذا كان التقييم هو بلاتنوم أو بلاتينيوم فالبرنامج رح يشتغل بشكل مطابق وممكن أن يكون أفضل من أنك تشغله على ويندوز بحد ذاته وبعدين في عندي السيلفر في عندي البرونز كل ما نزلت بالمعادن رح تقل جودة البرنامج ممكن أنه يشتغل وممكن أنه ما يشتغل إذا شفت أنه البرنامج تقييمه غاربش أو قمامة فهو قمامة وما في داعي أنك تضيع وقتك بالأساس بأنك تحاول تثبت هذا البرنامج البرنامج موجود على مستودع فلات هاب الخاص بفلات باك ولحتى تعرف كيف ممكن أنك تثبت هذا البرنامج أو برامج فلات باك فممكن أنك ترجع للفيديو اللي عملته عن هذا الموضوع اللي الرابط الخاص فيه رح يكون موجود بسندوق الوصف هلأ المرة الأولى اللي بفتح فيها البرنامج بعد ما أخلص من تثبيته رح ياخد بعض الوقت اللي ممكن أن يوصل لخمس دقائق هذا الوضع طبيعي جداً لأنه رح يقوم بتثبيت بعض المكونات الإضافية والضرورية لحتى أنه البرنامج يشتغل بشكل صح هلأ لحتى ثبت برنامج ويندوز على باتلز الخطوة الأولى لازم أني أنشئ باتل جديدة أو قارورة جديدة بالضغط على زر كورييت بعدها رح أعطي هاي القارورة رح أعطيها اسم ممكن أني اختار اسم البرنامج اللي أنا عمالي ثبته بعدين إذا كان هاد إذا أنا بدي ثبت برنامج ولا بدي ثبت لعبة ولا بدي أختار شيء مخصص فبختار الخيار المناسب بحالة الألعاب أنا أفضل أنك تكون عمالك تستخدم لانشار خاص أو منصة خاصة بالألعاب مثل ستيم مثل لوترس لأنه أكيد رح يكون التعامل معها أسهل بكتير بس إذا كانت اللعبة اللي عندك مالها موجودة على هاي المنصات فبرنامج باتلز رح يكون ما رح إلك مية بالمية أنه اللعبة رح يكون مضمون أنها تشتغل بس رح يكون هو خيارك الأفضل أفضل ما أنك تروح لواين بحد ذاته لأنه بالأساس اللي ما حكيته بالبداية أنه باتلز هو عبارة عن front end هو عبارة بس عن واجهة اللي بالخلفية عمالها تشغل الواين فباتلز هو واين بحد ذاته ما في أي اختلاف بس هو عبارة عن واجهة رسومية لبرنامج واين هلأ في حال أنه اخترنا ننزل برنامج وليس لعبة فبرنامج باتلز رح ينزل بعض خطوط ويندوز لحتى مثل خط أيريال وخط تايمز لحتى البرنامج وقت اللي نخلص من تثبيته يظهر بالشكل المطابق لنسخته على ويندوز بعدها بضغط على اسم القارورة وبضغط على الزر الأزرق الكبير اللي هو run executable ومواشرة رح نحس أنه صرنا ضمن نظام ويندوز ورح نثبت البرنامج بالطريقة التقليدية المتعودين عليها لتثبيت البرامج على ويندوز هلأ في حال أنت كان في عندك شاشة بدقة عالية لنقول عندك شاشة 2K أو 4K فرح تلاحظ أنه الأيقونات والخطوط طلعت بحجم صغير فهذا رح يودينا مباشرة لقسم التفضيلات اللي بهذا القسم أنت ممكن أنك تعدل كل الإضافات اللي بدك ياها أو كل الخيارات اللي ممكن أنها تخطر على بالك لحتى تخلي برنامجك يشتغل بشكل صح ومنضمن هاي الخيارات في عندي خيار لغير دقة الشاشة أو غير فممكن أني حط لل4K أو لل2K أو لل1080 بحيث أنه البرنامج يطلع بشكل صح الأيقونات ما تطلع صغيرة أو ما تطلع كبيرة فعندي تحكم كامل كل هالكلام بعمله بقسم الـ Preferences أو التفضيلات وبعد ما ثبتت البرنامج للمرة الأولى باستخدام Run Executable إذا أغلقت برنامج البطلس ورجعت فتحته فبعد ما أدخل للقارورة اللي أنشأتها ما في داعي أني أرجع وأضغط على زر Run لأنه هاد رح يرجع ويثبت لي البرنامج مرة تانية بس رح شوف أنه تحت هاد الزر صار في عندي قسم جديد اللي هو Programms بضغط على زر التشغيل وهيك بصير قادر أني أفتح برنامجي طبعا في عندي كتير خيارات هلأ باعتبار أنه نحن أنه البرنامج أنه البطلس هو تم تثبيته عن طريق الفلات باك فهو عبارة عن ساند بوكسد فأنا ممكن أني أتجاوز بعض الخيارات ما رح ندخل فيها لأنه هي خاصة بالفلات باك إذا كان بدي أعمل إنشاء اختصار لسطح المكتب إذا كنت بدي أضيفه لقائمة المينيو قائمة البرامج بس هذا الكلام رح يكون خارج نطاق موضوع هذا الفيديو نحن رح نقول أنه لحتى افتح البرنامج باستخدم هذا الزر اللي موجود بقسم البروغرامز أكيد رح تلاحظ أنه الثيم لبرنامجي مختلفة عن الثيم اللي أنا مستخدمها على نظام لينوكس ما في طريقة مباشرة وسهلة لإني غير الثيم لأنه هدول نظامين مختلفين وهات برنامج ويندوز أنا مشغله ضمن نظام تشغيل لينوكس فكل واحد رح يكون عماله يستخدم الثيم الخاصة فيه وبقسم التفضيلات أو البريفرنسيز متل ما شفنا من اللحظات ممكن أن يغير كثير من الخيارات اللي بتضمن أنه برنامجي يشتغل بشكل صح وحتى ممكن أن يغير نسخة الويندوز إذا كنت بعرف أنه البرنامج اللي عمالي سبته بيستخدم نسخة ويندوز معينة لنقول ويندوز عشرة ويندوز سبعة ويندوز خمسة وتسعين ويندوز إذا عش ماله موجود بس ويندوز إذا عش ويندوز عشرة ما في بينهم أي اختلاف ويندوز إذا عش هو بس عبارة عن ثيم لويندوز عشرة وبهذا القسم كمان إذا رحت بقسم البريفرنسيز إذا رحت لقسم الدرايفز من هذا القسم ممكن أني أفتح درايف أو أرس سي الوهمي اللي ويندوز بإنشاءه وقت اللي أنا تثبتت البرنامج وبهي الطريقة ممكن أني إنسخ الملفات اللي أنا أنشأتها بالبرنامج على سبيل المثال النوت بات بلس بلس أنا عملت ملف جديد احفظته على الأرس الوهمي سي فإذا فتحت هذا الأرس باستخدام مدير الملفات الخاص بلينوكس بهذه الحالة رح يكون عندي إمكانية أني إنسخ هذا الملف وحطه على الهوم ديركتوري الخاص فيه على النظام لينوكس لحتى بعدين استخدمه بالشكل اللي أنا بديه الآن الطريقة الثانية لحتى تثبت برنامج إذا ما بدك تستخدم الطريقة اللي شرحناها من البداية إنك تروح لقسم إنستولرز اللي هي عبارة عن سكريبتات جاهزة تسمح بإني نزل البرنامج بس بضغطة زر أغلب البرامج الموجودة حاليا بهذا القسم الإنستولرز هي ألعاب بس بتاريخ تسجيل هذا الفيديو في عندي بعض البرامج الإضافية اللي نضافت مثل الـ FL Studio والـ Ableton وأكيد بالمستقبل رح نشوف المزيد والمزيد من البرامج اللي عمالها تنضاف بهذا القسم لتسهيل عملية التثبيت وكمان من المميزات الجميلة ببرنامج Bottles هو وجود ميزة Versioning اللي تسمح لي أني بالبداية سبت البرنامج بعدين هذا البرنامج لنقول أنا بدي روح للـ Preferences وغير بعض الإعدادات فقبل ما أعمل الإعدادات ممكن أني أعمل version أولية من هذا البرنامج رح تكون بمثابة نسخة احتياطية فبعد ما أعمل التعديلات إذا برنامجي ما اشتغل ممكن أني أرجع لهذه النسخة قبل ما أعمل عملية التعديلات وبهذه الحالة برنامجي رح يضل شغال وممكن أني أعمل نسخة أولى نسخة ثانية أنا مالي محدد أو مقيد بإني أعمل نسخة واحدة ممكن أني قبل ما أعمل أي تعديل كل تعديل أني أعمل version جديدة لحتى أضمن أنه برنامجي على طول شغال وأعرف بوين صار الغلط بأي version من versions اللي عملتها أما بقسم Dependencies فهون رح شوف أنه في عندي مكونات وبرامج إضافية هاي ممكن أني سبتها إذا كنت بعرف أنه برنامجي بيحتاجها على سبيل المثال ال .NET Framework هلأ لا تروح وتثبت كل البرامج ثبت بس اللي أنت تعرف أنه برنامجك بيحتاجها وليس الجميع وهلأ بعد اليوم رح أصعى لكثير إذا حدا قال لي أنه ما بده يستخدم لينوكس لأنه ما بيدعم برامج ويندوز وبأمان الله هلأ؟ هلأ؟